موسيقى الآمال جسام تعلق على قمة الجزائر نظراً للعمق العربي الجزائري والعقيدة الجزائرية وكذلك التاريخ الدبلوماسي الجزائري زاهر أمور موضوعياً بين أخرى تجعل محطة تنظار العالم العربي تتجهي الجزائر في هذه الظرفية حساسة من تاريخ العرب في وقت يعرفي العالم تحولات عميقة لمستوى القطبية العالمية بعد الظرفية الاستثنائية في جائحة كورونا وكذلك إزمة الطاقة والقذاء نتيجة تجليات الحرب الأوكرانية الروسية إذن وضعية تجعل من العالم العربي اليوم في مفترق طرق لازم أن يقضي الزمام بالمبادرة في أخذ مكان الرياضة وأخذ موطع قدم في تحولات التي تعرفت الساحة الإقليمية والدولية العالم العربي اليوم يعيش تحديات جمة متعددة ومتنوعة ولكن الأمال تعقد على القيادة الجزائرية على الدولة الجزائرية حكومة شعبا في لمش الصف العربي وتوحيده تحت قطاع عربي موحد قطاع تذوب فيه الفوارق والحساسيات وقطاع تتجل فيه رادة عربية حقيقية من أجل تحقيق الهداف المصيرية العربية ومن أجل أيضا حماية الثوابت العربية وفي مقدمتها القضية المركزية هي القضية الفلسطينية النموذج لخطات الجزائر في طال مصالحة الفلسطينية مصالحة الفصائل الفلسطينية في الأسبوع المصارم تحت قيادة الرئاسة الجزائرية الرئيس متجسل في الرئيس عبد المجيد تبون تشكل خطوة إيجابية لهذا التطلع الشارع العربي في مخرجات القيمة العربية الواحدة والثلاثون الشارع العربي ينتظر من القمة العربية واحدة في الجزائر قرارات مصيرية تعيد للذهن تعيد العربي للسكة الحقيقية في إطار عمل عربي المشترك يجسد واقع عربي مبني على مصالح اقتصادية بحته إذن هذا هون عبو الكبير يقع على إرادة الدبلوماسية الجزائرية في حلحلة القضايا العربية كبريات القضايا العربية ووضع العرب على السكة الحقيقية داخل متقيرات عالمية متقيرات في القيمة متقيرات في القيم في عالم متقير المصالح ومتعدد الاستقطابات إذن هذا هون هو الدول المنوط بالدبلوماسية الجزائرية لأن الجزائر معروف موقف في المتوازي من القضايا العربية ومعروف تاريخها في القضايا العربية ومعروف إرادتها السياسية وإرادتها الدبلوماسية في حلحلة جل القضايا والنزاعات العربية الماضية المؤشرات كلها إيجابية ومؤشرات كلها تصب عن فيطار القمة الـ 31 سنخرج بمخرجات وبقرارات تاريخية خاصة في الجوانب الاقتصادية للدول الجزائرية تصيق مشروع عربي متكامع لأسس اقتصادية تبادل اقتصادي خلق سوق لتبادل المنافع لتبادل رأس المال لتبادل الخبرات وهو اللي قد يصين لوحدة الصف العربي ويقود إلى عمل عربي مشترك حقيقي في المستقبل